في بلدة سورفسايد تسود أجواء من الحزن والصدمة حفل ديني أقيم تكريماً لضحايا كارثة انهيار مبنى قرب ميامي في فلوريدا يعيش هذا الرجل وعائلته في المبنى المجاور للمبنى المنهار شقة اهتزت عندما حدث الانهيار الثاني كدنا نسقط من فراشنا وعندما فتحت الباب لجهة الشرق لم يبقى شيء كان مجرد ظلام فجر الخميس انهار المبنى المكون من 12 طابقاً والذي يضم 55 شقة عمليات البحث عن ناجين تتواصل وحصيلة الضحايا في ازدياد تمكننا من انتشال أربع جثث أخرى من تحت الأنقاض بالإضافة إلى رفاة بشرية لذلك أؤكد اليوم أن عدد الوفيات وصل إلى تسعة وأمام حجم الكارثة وصلت تعزيزات من المكسيك وأيضاً من إسرائيل إلى المدينة المعروفة بجليتها اليهودية الكبيرة خبراء أكدوا أن أسباب انهيار المبنى لا تزال مجهولة لكن تقريراً عن حالة المبنى أشار في وقت مبكر من عام 2018 إلى وجود أضرار هيكلية كبيرة كل شهر لدينا نفس المشكلة الماء يتسرب من الجدران حقاً لم يكن طبيعياً وحسب السلطات يسكن في المبنى أيضاً العديد من الأجانب بينهم أشخاص من كندا والأرجنتين والأوروغواي الرئيس الأمريكي جو بايدن تعهد بتقديم جميع المساعدات الفيدرالية المطلوبة ترجمة نانسي قنقر